مشاهديننا دلوقتي معدنا مع موجز الأهم من الأنباء مع جمانة تفضلي جمانة شكرا مننا التساعة صباحا بتوقيت قهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيقات عاجلة في وقعة تصادم قطرين بمدينة الزقزيقة وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن النائب العام وجه بتشكيل فريق تحقيق من نيابة جنوب الزقزيق الكلية ونيابة استئلاف المنصورة لمباشرة إجراءات التحقيق وأوضحت النيابة أن فريق المحققين انتقل إلى مكان الواقعة حيث تمت معينة مكان الحادث وعقب الانتباء من المعينة تم إصدار أمرا برفع أثار الحادث لعودة القطرات إلى مساراتها المعتادة في حين قام عدد آخر من المحققين بمناظرة جثامين المتوفين وإصدار تصريح الدفن وسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم بسؤالهم للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون بجروح فجر اليوم جراء قصفا للاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفي مخيم جباليا استشهد فلسطيني وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم هذا وتوصل قوة الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوانا منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أصفر عن استشهاد 41182 فلسطينيا أغلبيته من الأطفال والنساء وإصابة 952180 آخرين في حين لا يزال الألاف من الضحايا تحت الركاب وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الحية الشرقي من مدينة جنين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية دهمت الحية الشرقية من المدينة وأشرت الوكالة إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة دون أن يبلغ حتى اللحظة عن إصابات أو اعتقالات أعلن حزب الله اللبناني أن حربا شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح مئات الألاف الإضافية من الإسرائيليين وأدى القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة إلى نزوح عدد كبير من السكان على جانبي الحدود وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن سلاحه الجوي قصف ما يشتبه بأنها مخازن أسلحة في موقعين في البقاع الشرق وستة مواقع أخرى في الجنوب أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أن الرئيس جو بايدن سيستخدم الأشهر المتبقية له في منصبه لتعزيز قوة أوكرانيا التي تتصدى للعملية العسكرية الروسية للعام الثالث هذا وانسحب بايدن من الانتخابات الأمريكية التي قد تفضي إلى عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض مع ما يستطبع ذلك من احتمال خفض الدعم لكييف هذا ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الأوكراني فولادي ميرزلنسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر بحسب المسؤول الأمريكي حيث سيناقش زايمان أفضل السبول لتعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواجه تقدم الروسيا في شرق البلاد قال رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن زيادة إنتاج روسيا من القنابل الموجهة وكذلك شحنات ذخائر المدفعية المقدمة من كوريا الشمالية تمثل مشكلات كبيرة للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة وأوضح بودانوف أن المساعدات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا تمثل أكبر مصدر للقلق مقارنة بالدعم الذي يقدمه حلفاء موسكو الآخرون وبعد أكثر من ثلاثين شهرا من الحرب الروسية تعاني القوات الأوكرانية من الإنهاك وتعمل على صد التقدم الروسي نحو المدن الرئيسية في شرق البلاد في حين توغلت القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غرب روسيا انتهى مجز التساعة وعودة لاستكمال فقارات برنامج سباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل